أعلنت نقابة الصيادل اليمنيين أن الموت يهدد حياة 73 ألف من المصابين بأمراض خطيرة نتيجة نفاذ الأدوية وقالت النقابة أن أعداد المهول من المصابين بأمراض خطيرة وقاتلة كالسرطان والسكر والفشل الكلوي والصرع مهددون بخطر الموت ما لم يحصل خلال الأيام القادمة على العلاج بعد نفاذ الأدوية من السوق وذكرت النقابة أن بلادنا تسورد نحو 85% من حاجاتها الدوائية من الخارج وأن 15% فقط هو ما يتم إنتاجه محليا معظمه من المواد الخام مرضى يصارعون الموت في اليمن مع توقف الخدمات الصحية جراء حرب الميليشيا التي تدخل شهرها الرابع أكثر من 73 ألفا من مرضى السرطان والسكر والفشل الكلوي والسل تقول نقابة الصيادلة إنهم مهددون بخطر الموت ما لم يحصل خلال الأيام القادمة على العلاج بعد نفاذه من الأسواق مزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية تطلق نداء استغاثة لإنقاذ عاجل الوضع الصحي من الانهيار الكامل الوشيك وتحدث من كارثة الصحية ستحدث بسبب العاجزة التي وصلت إليها المستشفىات والخدمات الصحية وخدمات التحسين والإسعافة في جميع المحافظات مناشدات عدة أطلقتها منظمات محلية ودولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلد يتجه إجباريا نحو كارثة صحية وإنسانية ويعتمد على 85% من حاجاته الدوائية النظام الصحي في البلاد دخل مرحلة خطر الانهيار الوشيك بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود للمولدات أمل العيش يتضاءل يوما بعد آخر عند هؤلاء المرضى الذين بات الموت أرحم لهم من الحياة كما يقولون في ظل استمرار الحرب والحصار وتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل عام